موسيقى الظاهرة من الميادين والبداية مع العنوين موسيقى السلطة الفلسطينية تبدأ تحركا عاجلا لمواجهة الحملة الاستطانية ومسؤولون إسرائيليون يؤكدون نية بناء عشرات ألاف الوحدات الاستطانية في الضفة موسيقى لفروف يدعو إلى تجديد عضوية سوريا في الجامعة العربية ويطلب من الدول العربية المشاركة في المشاركة في مساعي تسوية الأزمة السورية موسيقى منصات أطراف المعارضة تستبعد تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية وحجاب يرفض أن يشكل ديمستور الوفد موسيقى الجيش السوري يستعيد منطقة واسعة جنوب مطار التيفور في ريف حمص الشرقي ويحرر قرية أم الرمان بريف دمشق الشمالي موسيقى الحجد الشعبي يسيطر عسكريا على قرية عين طلاوي بعد إطلاقه عملية تحرير القرى الواقعة شمال الطريق الرابط بسنجاج موسيقى وزير الدفاع الإيراني يشدد على أن التجربة الصاروخية الأخيرة لا تنتهك الاتفاق النووي ويقول أنه لا يحق لأحد التدخل في شؤون إيران الدفاعية موسيقى مساء الخير أعلن الناطق بلسان رئاسة الفلسطينية نبيل أبو رودينا أن السلطة بدأت مشاورات عاجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة حملة الاستطان الجديدة فيما دعا أمين سر لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق قضائي ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني عبر تهجيره من أرضه التوازن الذي تعتمده الحكومة الإسرائيلية بشأن بناء المستوطنات يدعو إلى الاستغراب فهم يزيلون أربعين مستوطنة في منطقة عمونة مقابل إزالة ثلاثة ألاف منزل لأصحاب الأرض الفلسطينيين هذا يسمى عما سياسيا واستغلالا للسلطة والحل الوحيد لهذه المشكلة هو باللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية في المقابل حذر نائب وزير الأمن الإسرائيلي إلى بن داهن أطع الكنيسة العرب بأن تل أبيب ستبني في ضفة عشرات الألاف من المستوطنات لا خمسة ألاف وخمسمائة فقط وقال سيتم بسط القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية بحسب تعبيره موقف بن داهن جاء في موازات قرار إخلاء مستوطنة عمونة ونقل سكانها إلى مستوطنات أخرى وكان قد صدق رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتانياهو ووزير الأمن فيكدور لبرمن على بناء أكثر من ثلاثة ألاف وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية ومن رمالة تنضم إلينا مراسلة الميدين نسرين سلمي عبر خدمة لسكايب مساء الخير نسرين إذن كيف تتفاعل تسارع والتيرات التوقيع على بناء وحدات استطانية من قبل نتانياهو وليبرمن وخصوصا أن الخارجية الفلسطينية قد أدانت ما اسمته بالحرب الاستطانية الوحشية ضد الوجود الفلسطيني يعني هناك حالة من الغضب الشديد في أوساط المسؤولين والقيادة الفلسطينية بسبب عملية ما اسمه انسعار إسرائيل باتجاه الاستطان والإعلان المتزايد عن بناء مستوطنات وحدات استطانية جديدة لصالح المستوطنات في الضفة الغربية والقدس نحن نتحدث عن ستة ألاف وحدة استطانية جديدة أعلنت في أقل من عشرة أيام وبالتالي ماذا ستحمل الأشهر المقبلة؟ ماذا ستحمل الأيام المقبلة من مزيد من الاستطان خصوصا أن هناك مطالبات من اليمين ومن حزب البيت اليهودي تحديدا بالإعلان عن ضم الضفة الغربية وتحديدا عن مناطق المسمى جيم ومناطق غور الأردن والتلال المطلع على الأردن والاستطان بها ما يعني عمليا إنهاء حل الدولتين طبعا هناك تحقيق جاري أصلا في محكمة الجنايات الدولية هناك تقدمت دولة فلسطين بطلب التحقيق في قضية الاستطان كان هناك زيارات استقصائية للبحث في موضوع الاستطان تحديدا ولم يتصل إلى مرحلة التحقيق بعد لكن زيارة استقصائية الآن يطالب الفلسطينيون بالبحث أكثر في هذا الموضوع ومطالبة المحكمة بتعجيل إجراءاتها لمحاسبة إسرائيل على استهدارها بالقانون الدولي واستهدارها بقرار مجلس الأمن الدولي الذي دانا الاستطان بكافة أشكاله في الضفة الغربية لكن إسرائيل تراهم على فرض سياسة الأمر الواقع في الضفة الغربية والقدس ما نشاهده اليوم هو أكبر مثال على ذلك لأنها اليوم تقول أنها تخلي مستوطنة لكن ما تخلي فعلا هي مجموعة من الكرافانات بيوت متنقلة لا تتجاوز أربعين بيتا أو أربعين كرافانا موجودة في منطقة جبلية استولى عليها المستوطنون من أراضي بلدة سلوارد الفلسطينية شرق مدينة رمالة وأقاموا بقرار استيطانية امتدت من مستوطنة عفرة الأكبر هؤلاء المستوطنون حصلوا على تعويضات مالية وصلت إلى مليون شكل بما يقدر تقريبا تقريب 250 ألف دولار أمريكي حصلوا على هذه التعويضات أيضا سيقام لهم بيوت في مستوطنات أخرى أينما أرادوا لكنهم أرادوا إثارة دجة لإرسال رسالة للعالم بأن إخلاء المستوطنات أمر صعب وأن إسرائيل تقدم تنازلات في هذا الموضوع ولكنها في المقابل تجري في سيطة أمر عفوا نسرين السيد نبيل أبو ردينة يقول بأن هناك سلسلة إجراءات هل فقط الإجراءات تتعلق بالتوجه إلى الأمم المتحدة وماذا عن التحركات الشعبية التي شهدناها في مناطق أخرى مثلا كوادي عرعر هل هناك من أي تحركات شعبية قد تتخذ أو إجراءات أيضا غير رسمية من قبل السكان كان حديث عن المقاومة الشعبية في كل الوقت يدور الحديث عن المقاومة الشعبية السلطة الفلسطينية لا تنصق لمثل هذه التظاهرات لكنها قالت أنها تدعم المقاومة الشعبية السلمية وبالتالي سيكون هناك طبعا تظاهرات ينظمها الفلسطينيون يعني ما جار في مستدرة عمونة أن أصحاب الأرض أنفسهم توجهوا إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية وطالبوا باستعادة أراضيهم وهذا ما يسعى إليه الفلسطينيون في الأماكن التي صدرت الأراضي الخاصة لكن في بقية المناطق في مناطق التماس إسرائيل تفرض سيطرتها على المكان يكون هناك تظاهرات لكن لا تكون لها نتيجة كبيرة ليس كما يجري في الداخل تكون نتيجتها بسيطة لكن التعوين هو أكثر الآن تعتمد السلطة الفلسطينية على التوجه إلى المؤسسات الدولية والمؤسسات الدبلوماسية تعتمد هذه السياسة وهذه برنامجها السياسي في هذا العام أنها ستحصل على دولة فلسطينية ستواجه الاستطاة ستواجه الاحتلال لكن عبر المؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن محكمة الجنايات الدولية رغم إعلانها عن تجريع المقاومة الشعبية نعم نسري أشكرك جزيلا أشكر على كل هذه المعلومات مرسلة الميادين نسرين سلمي كنت معنا من رمال التقرير الذي وضعه مختصون في مجال الكيمياء حول الخطر الذي تمثله حاوية الأمونيا في حيفا أثار مخاوف كبيرة في إسرائيل ولسيما لجهة الخسائر التي يمكن أن تقع في حالة إصابة هذه الحاوية خلال أي مواجهة مقبلة مع حزب الله تقرير منال إسماعيل كل من يسكن مدينة حيفا وضواحيها أصبح يدرك جيدا الخطر الكامن في حاوية الأمونيا فالتقرير الذي نشر حولها يحمل معطيات مقلقة بل ومرعبة بحسب وسائل إعلام إسرائيلية التقرير الذي أعده عشرة من أبرز الخبراء الكيميائيين في إسرائيل يحذر من أن الأمينة العام لحزب الله سيد حسن نصر الله الذي يرى في حاوية الأمونيا قنبلة نووية بحوزته محق تماما ولسيما حيال تقديره نسبة الأضرار التي يمكن أن تحدث نتيجة استهداف الحاوية الخوف الأبرز بحسب البروفيسور إيهود كينان من كلية الكيمياء في معهد التخنيون في حيفا هو أن حزب الله الذي نجح خلال العدوان الإسرائيلية على لبنان عام 2006 بإصابة سفينة حربية إسرائيلية من الساحل أصبح مستوى التغطية لديه بحسب تقديرات كينان أكبر بكثير إصابة خزان الأمونيا يعني وقوع مجزرة والإصابته يكفي الضغط على زر وسقوط صاروخ على الخزان هذا الخزان الموجود في حيفا كان يجب أن يفحص ثلاث مرات منذ إقامته لكنه لم يفحص حتى مرة واحدة رئيس بلدية حيفا يونياهف حذر من أن حاوية الأمونيا في خليج حيفا تضع نحو ستمائة ألف شخص في دائرة الخطر بالنسبة إلينا انتهى الحفل أدعوك سيدي رئيس الحكومة وعلى نحو شخصي وأقول لك كفا موقع حاويات الأمونيا يمكن أن يكون الإخفاق الأكبر المقبل عندنا ممنوع السكوت على هذه الكارثة حان الوقت لإزالة هذه القنبلة من باحتنا منظمات بيئية حذرت من أن حاوية الأمونيا تعد قنبلة موقوطة وسط مدينة مقتضة بالسكان وبحسب هذه المنظمات فإن تغاضي الجهات الأمنية الإسرائيلية عن هذا الخطر الجسيم هو عار يوازي الإخفاقات الأمنية المعروفة مثل الفشل في معالجة الأنفاق والحد من قدرات حزب الله أعربت عائلة الشهيد محمد زواري عن الفخر لتكريم المقاومة الفلسطينية ابنها الشهيد شاكرة كتائب القسام على إقامتها نصبا تذكريا له في القطاع وقالت إنها متأكدة من ثأل المقاومة لاغتيال الزواري مراد الدنسي صورة الشهيد محمد الزواري ستبقى للأبد شميخة في غزة بعد أن أقامت له المقاومة الفلسطينية نصبا تذكريا المقاومة أكدت مرة أخرى أن الزواري ابنها وكانت له مساهمة في انتصار 2014 تكريم بث الشعور بالفخر لدى عائلة رضوان الزواري الله أشعر بالفخر والعزة والكرامة يعني اللي أخويا ارفع لي راسي اللي هو يعتبر قائد معركة العصف المأكول أقدم شكر كبير لأهل المقاومة في غزة والفلسطين واليوم بعد مرور أربعين يوما على استشهاد الزواري تنادي غزة دم الشهيد لن يذهب هدرا وتقيم له نصبا تذكريا فتجيب سفاقص مستعدون لتقديم المزيد كما قدمنا سابقا الموساد الصيوني عندما اختال الشهيد محمد الزواري هناك ألاف من الشهداء من محمد الزواري لأن الشهيد محمد الزواري فكرة والفكرة لن تموت الفخر بانتماء الزواري للمقاومة وبدوره في انتصاراتها وتكريم حماس له عبرت عنه المدينة عندما خرجت عن بكرة أبيها وبمختلف انتماءاتها السياسية والفكرية لنصرة فلسطين ومقاومتها وللتعبير عن استعدادها لتقديم مزيدا من الشهداء انتماء الشهيد محمد الزواري لحركة حماس لم يكن يعلمه حتى أقرب المقربين إليه لذلك لا يستبعد الناشطون وجود تونسيين آخرين في صفوف المقاومة خاصة بعد أعلان المقاومة الفلسطينية اليوم عن مواصلتها الاستفادة من الإمكانات العلمية لشباب الأمة مراد الدلانسي من مدينة اسفاقس الميادين اجتازت وحدات من قوات الاحتلال الإسرائيلي السياج التقني في منطقة ميس الجبل كروم شرقي في جنوب لبنان ودخلت جرفة لرفع السواتر في المنطقة ما بين الخط الأزرق والسياج بعد قطع السلك التقني وذلك بحماية من جنود الاحتلال ودبابات المركافة دعا وزير الخارجية روسي سرغي لفروف إلى تجديد عضوية السورية في جامعة الدول العربية كما دعا الأمم المتحدة إلى التوقف عما وصفه بالمماطلة في عقد محادثات سورية سورية بجناف وعلى هامش المشاركة في منتدى التعاون الروسي العربي في أبوظبي دعا لفروف جامعة الدول العربية إلى الانضمام لمبادرة حظر التجارية للسيطرة على داعش وأضاف بلاده تسهم في محاربة التنظيم في العراق عبر توفير الأسلحة الروسية أكد المناسق العام لهات التنسيق السورية المعارضة حسن عبد العظيم لتوحيد وفد المعارضة السورية الذي سيشارك في مؤتمر جناف جناف نهاية الشهر الجاري يحتاج إلى توافق عربي وأقليمي وفي حديث للميادين قال إن هؤلاء الأطراف ينبغي أن يساعدوا على توسيع التمثيل المشكلة الوفد الواحد ليست فقط ليست المعارضة الوطنية إن كانت معارضة ولا كيوة ميدانية قادرة على حسم الموضوع لأن هناك أطراف أقليمية أطراف عرمية وأقليمية ودولية يطرف بالمسألة وهذه الأطراف هي التي ينبغي أن تساعد على توسيع التمثيل وعلى تشكيل الوفد واحد عبد العظيم قال إن جميع المعارضين الذين شاركوا في اجتماعات موسكو الأخيرة اتفقوا على أن موضوع الدستور الجديد هو شأن سوري وفي حديث للميادين أكد أن هناك حساسية سورية على طرح الدستور من قبل أي جهة خارجية مشروع الدستور هذا السوريون لديهم حساسية من مضوع مشروع دستور يطرح من قوى دولية أو من دول خارجية وهم قادرون على سياق دستورهم وعلى تقديم مشروع إعلان دستوري ومشروع دستور سياسي وقلت لهم أنه نحن في هيئة التنسيق الوطنية أعددنا مشروع إعلان دستوري ومشروع دستور في المقابل أعلن رئيس الهيئة العليا للمفاوضات في اتلاف الرياض رياض حجاب أعلن رفضه عزم ديمستورا على تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية إلى جناب إذا لم تقم هي بذلك قبل ثامن من الشهر الحالي حجاب وفي تغريدة على تويتر رأى أن تحديد وفد المعارضة ليس من اختصاص ديمستورا وأن أهم ما يجب أن ينشغل به الموفد الأممي هو تحديد أجندة للمفاوضات وفق بيان جناب مسؤولان من تيار الغد السوري المعارض ومنصة القاهرة للمعارضة السورية اعتبر أن من الصعب تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية إلى محادثات جناب المقررة في العشرين من الشهر الجاري ناطق باسم تيار الغد السوري المعارض منذر أقبيق قال أن مهمة تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية صعبة للغاية بسبب تعدد أطياف المعارضة ووجود تباينات كثيرة بينها من جهته دعا عضو منصة القاهرة للمعارضة السورية في رأس الخالدي إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الخاص بسوريا وذلك بضمان تمثيل كامل وفود المعارضة السورية الممثلة في منصات موسكو والرياض والقاهرة بدوره رأى عضو منصة القاهرة للمعارضة السورية جهاد مقدسي أن مقترح ديمستورة تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية إلى محادثات جناف المقبلة مرحب به في حال كان القصد منه تشكيل وفد واحد وليس موحدا يضم كل مكونات المعارضة السورية من دون إقصاء أو تمييز مجلس الأمن الدولي كان قد أيد بالإجماع عملية أستانا لإيجاد حل للأزمة السورية وأعلن المبعوث الدولي استفان ديمستورة تأجيل عقد محادثات جناف إلى العشرين من الشهر الحالي على أن ترسل الدعوات في الثامن منه هذا ورحبت مصر بإعلان استئناف المحادثات بين الأطراف السورية في جناف وأبدت استعدادا للقيام بما يلزم لتسهيل نجاحها أرجى أستفان ديمستورة المبعوث الدولي إلى سوريا موعد عقد مباحثات جناف إلى العشرين من الشهر الحالي والأسباب تعود إلى التحضير لوضع آلية مراقبة لتعزيز تطبيق وقف النار في سوريا الدول الثلاث التي لديها حضور في سوريا وأعلى الاتحاد الروسي وتركيا وإيران أصبحت ضمينة لوقف النار وهي لديها القدرة اللازمة أعضاء المجلس رحبوا بعقد اجتماع فني شامل في الأستانة لإنشاء تلك الآلية الدول الغربية التي شعرت بأن مصار الأستانة ينتزع منها إدارة الدفة للحل في سوريا أثارت قبل المشاورات مركزية دور الأمم المتحدة في جناف وطلبت مشاركة عربية بنظام المراقبة لكن هذا الطرح ترك لبحث يجريه ديمستورة مع مندوبينا عرب مباحثات جناف ستستانف في العشرين من شباط فبراير ونحن نؤيد ذلك كثيرا وبحثنا تفاصيل الاستعدادات لاستناف العملية الدعوات إلى جناف ستوجه في الثامن من هذا الشهر لكن إذا فشلت المعارضة في اختيار وفد موحد فإن المبعوثة الدولية سيختاره بنفسه سأضطر إلى تطبيق ما لم أطبقه سابقا بموجب القرار 2254 وهو اختيار مندوبي المعارضة بنفسه ديمستورة برر ذلك بالتغييرات التي تتعرض لها الجماعات المسلحة على الأرض واعدا بمشاركة نسائية في الوفد اللافت أن أعضاء مجلس الأمن الدولي لم يتناول في جلسة المشاورات المغلقة موضوع المناطق الآمنة التي تناولتها واشنطن ولم يتطبق أيضا إلى موضوع الحكم الانتقالي الذي ورد في بيان جنيف واحد نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين ميدانيا في سوريا حرر الجيش السوري قرية أم الرمان شرق مدينة الاضمير بريف دمشق الشمالي وفي ريف حمص الشرقي السعادة الجيش السوري منطقة وسعة جنوب مطار التيفور من ضمنها بئر فضة ومزرعة فضة وقصر الحير الغربي بريف حمص وكبد مسلح داعش خسائر كبيرة كما استعاد الجيش السوري ما تبقى من سلسلة جبال التياس بعد اشتباكات عنيفة مع داعش وفي ريف دمشق قتم التسوية وأوضاع عشرات المسلحين من قرى وبلدات منطقة وادي بردة في إطار تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإخلائها من السلاح والمسلحين المسلحون سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة على مدخل دير قانون وتعهدوا بعدم القيام بأي عمل يمس أمن الوطن واستقراره من جهة ثانية يصل إلى العاصمة السورية دمشق اليوم وفد برلماني بلجيكي للقاء أو للقاء عدد من المسؤولين السوريين مصدر مطلع قال لوكالة سبوتنيك إنه من المتوقع أن يستقبل رئيس السوري بشار الأسد الوفد البرلماني البلجيكي من دمشق نضم إلينا مرسلنا محمد الخضر مساء الخير محمد نبدأ من التطورات الميدانية تحرير والجيش السوري لأم الرمان وكذلك لمنطقة تيفور بريف حمص تفاصيل أكثر عن هذين المنطقتين وكيفية تم تحريرهما مساء الخير في الواقع أم الرمان هي في بيادية ريف دمشق تقع بالقرب من مدينة لضمير هناك عمل عسكري في الواقع مباغت أدى إلى هروب المسلحين المسلحي داعش بطبيعة الحال في عمق تلك المنطقة عمق بادية الشام العملية جرت من موقع يسمى موقع اسمنت البادية قامت به وحدات الجيش السوري في الواقع هذه المنطقة لضمير وحتى القلمون الشرقي هي متصلة شمالا وصولا إلى بادية ريف حمص حيث تدور هناك أيضا معركة كبيرة تمكن الجيش السوري خلال فترة فترة حوالي عشرة أيام وصولا إلى هذا اليوم من تحقيق في الواقع استعادة مساحات واسعة جدا تحديدا في محيط محطة التيفور محيط المطار العسكري في التيفور الآن يجري الحديث عن استعادة مثلا منطقة بجبهة 25 كم وعمق 15 كم في تلك البادية مترامية الأطراف ما يجعل بالفعل ليس فقط تأمين هذه المطار وهذه المناطق وإنما طرد مسلحي داعش من كل تلك المنطقة على الاعتبار أنه كانت هناك عمليات أخرى استعادة فيها الجيش السوري تلال التياس ومناطق تحيط بمفرق القريتين وكل هذه المنطقة المتصلة كبادية بالقلبون الشرقي التابعة لريف دمشق محمد هل هذه المنطقة لديها أهمية استراتيجية وممكن أن تساهم بالاستمرار هذا العمل العسكري ولو سمحت إذا منتقلنا إلى وادي باردة كذلك هناك تسوية لأوضاع المسلحين وتسليم أسلحتهم الثقيلة وكذلك الخفيفة وبالأمس هناك إخراج آخر دفع للمسلحين الذين رفضوا المصالحة إلى إدلب كيف يبدو الوضع داخل وادي باردة كذلك في الواقع هي مهمة جدا بطبيعة الحال لأن أي عمل عسكري في الواقع باتجاه تدمر يفترض القيام باستعادة المناطق التي تقدم إليها داعش والواقع إلى الغرب من تدمر هذه مناطق متصلة في الواقع لأن الجزء الشرقي من هذه المناطق مناطق التفور وهذه البادية تصل بطبيعة الحال إلى مداخل مدينة تدمر هذا من جانب في الريف دمشق الشمالي الغربي اليوم كان هناك العشرات بالفعل ربما يزيد العدد عن 200 والعملية مستمرة لتسويت أوضاع واستلام سلاح ثقيل بعضه هاوينات وبعضه قذائف ثقيلة ورشاشات تجري في منطقة دير قانون هي أحد مناطق وادي بردة وهذه الخطوة في الواقع هي تستكمل العملية الواسعة لتسويت الأوضاع والمصالحات التي جرى الاتفاق عليها في أحد عشر قرية في منطقة وادي بردة ثم تستكمل في الواقع في استكمال آخر ربما بإخراج المسلحين من الجبل الشرقي للزبداني ومن منطقة السرغاية باتجاه إدلب ربما تحتاج هذه إلى يوم أو يومين آخرين حتى يتم تنفيذها بالمجمل هذه المنطقة في الواقع الآن تزداد أمانا والاتفاق يجي تطبيقه كما تم وضعه بشكل واضح ودقيق اليوم هناك زيارة لوفد بلجيك برلماني إلى دمشق محمد ما هو برنامج هذا الوفد هل سيلتقي اليوم الرئيس السوري بشار الأسد وهل من رسالة ينقلها هذا الوفد هذا الوفد في الواقع هو من البرلمان الاتحادي البلجيكي برئاسة فليب دوينتر كان هذا الوفد يضم أربع نواب كان قد زار دمشق في أذار من عام 2015 لديه رسالة مختلفة عن ما يجري فيه الحزاب السياسية الغربية هو ينطلق بضرورة رفع العقوبات عن دمشق حتى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية يفترض أن يصل بساء هذا اليوم لديه من يوم غد يومين في مدينة حلب ثم يعود إلى دمشق من أجل لقاء كبار المسؤولين السوريين الرئيس الأسد رئيسة مجلس الشعب السوري ووزير الخارجية هي رسالة تكمل في الواقع هذا الخط الذي ينتهجه هذا الحزب وهولاء النواب باتجاه تخفيف الضغط عن دمشق وإعادة حتى العلاقات الدبلوماسية كان هناك تصريح واضح لرئيس هذا الوفد في زيارته السابقة في هذا الإطار أشكرك جزيل أشكر على كل هذه المعطيات التي وفيتنا بها مراسل الميدين محمد الخضر من العاصمة السورية دمشق إلى ذلك نقلت تنسيقيات المسلحين عن أحد إداري تنظيم جند الأقصى المدعو أبو محمد السرميني قوله أن خلافات في الأراء ووجهات النظر بين المسؤولين أدت إلى قرار حل التنظيم وانقسامه إلى ثلاث مجموعات مجموعة ستعمل ضمن أدلب تحت اسم أنصار التركستان وستكون بقيادة قائد جديد حيث سيتنحى المسؤول الحالي عن منصبه فيما ستعمل مجموعة في حماة تحت اسم لواء الأقصى السرميني أضاف أن المجموعة الأخيرة قررت الانضمام لهائة تحرير الشام لافتا إلى أن الأمر لم يتم بشكل رسمي ولم يعلن عن التشكيلات الجديدة بعد نفى الناطق الرسمي باسم وحدات الحماية الكردية ريدور خليل لتسلم الوحدات الكردية عربات وناقلات جند من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية كلام خليل أتى تعليقا على ما روجت له وسائل أعلام بأن التحالف الدولي لمحاربة داعش قد زود وحدات الحماية الكردية بأسلحة نوعية من بينها مدرعات وناقلات جند أجرى وفد الهيئة الوطنية التونسية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع محادثات في دمشق شملت رئيسة مجلس الشعب السوري الدكتور هدي عباس وفيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين رئيس الوفد الدكتور عدل بن صميدة أكد في تصريح له أن زيارته إلى دمشق تأتي في إطار العمل على نقل الصورة الحقيقية لما يجري في سوريا ولتهنئة الشعب السوري بانتصار حلب أشددنا على أن الهيئة تعمل جاهدة على إعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها نحن جئنا إلى سوريا حتى ننقل الصورة الحقيقية لما يقع في سوريا ولننهن الشعب السوري ونشارك معه أفرح رجوع حلب إلى حضن البلد ونحن الهيئة الوطنية لدعم مقاومة منهضة التطبيع والصهيونية تعمل منذ البداية إلى كشف المؤامرة التي تحاك ضد القطر السوري الشقيق وقد عملت على إفشال وأفشلت مؤتمر أصدقاء سوريا يسمى بأصدقاء سوريا في تونس إلى العراق حيث سيطر الحجد الشعبي عسكريا على قرية عينطلاوية وعلى الطريق الرابط بالقرية شمال غرب تل عفر يأتي ذلك بعد إعلان الحجد انطلاق عمليات تطهير القرى الواقعة شمال الطريق الرابط بين تل عفر وسنجار غربا كما بدأت الفرقة الهندسية في الحجد الشعبي ببناء الساتر على الطريق الرابط بين سنجار وتل عفر لتأمين حركة القوات المتقدمة لا تهدأ الحركة العسكرية شمال العاصمة بغداد الوجهة ثلاثة محاور رئيسية لجبهتين ساحل الموصل الأيمن وتل عفر حيث صحراء بادية نينوى لوآن من الحجد بعد فوجين من كتائب حزب الله العراق غرب الموصل ثلاثة ألوية من الرد السريع إلى جنوب المدينة وكامل الفرقة الذهبية فضلاً عن الفرقة التكتيكية المسؤولة عن أمن بغداد وكلها عند نقاط الشروع نجح داعش في المشاغلة عند بعض خطوط الإمداد وقد يكون الخطأ الذي تحاول بغداد أن تسارع لمعالجته طول الوقفة التعبوية وما استهلك من وقت لإعادة تنظيم القوات يأتي قبل الساعة الصفري لتحرير الساحل الأيمن خطط الموضوع من قبل قيادة العاملات مشتركة وقوات النخبة بدأت الآن بمدء بعض الجسور العابرة على نهر دجلة حتى تستطيع أن تبدأ بحركة فعلية لقيادة محاور هجوم تخترق الساحل الأيمن والسعى داعش مواقع هجماته خارج الموصل هجمات لم تكن نوعية واقتصرت على عمل الخلايا الصغيرة فتح جبهة بعد هجوم انتحاري في الطيبيجة شرقة كريد فخسيرها واستهدف مواقع عند حمرين ففقد مواقع متقدمة شرق ديالة ومضافات انتحاريه شمال بغداد آخر أنفاس إلا عندما تكون ضربة في الجانب الأيسار أو المناورات في جهات أخرى أو المناورات على القطاعات العسكرية طبعا هذا المعركة الخسرانة بالنسبة لداعش على هذا الأساس تدرس بغداد الإمكانية الميدانية لفتح أكثر من جبهة في قلب الموصل وفي غربها وفي أكثر المواقع استراتيجية يحاول داعش مستميتا سحب القوات العراقية إلى تكتيك مواجهة جديد قديم في أكثر من مكان وعند أكثر من خط إمداد ميدانيا مرت عليه المرحلة الأولى من الحرب بفقده الأغلب من قوته العسكرية أما المرحلة الثانية بتدمير إرادته فبدايتها معركة تل عفر وساحل الموصل الأيمن عبدالله بدران بغداد الميادين وينضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد مرسل الميادين محمد الفاد مساء الخير محمد لو تطلعنا على سير العمليات العسكرية في الموصل وخصوصا أن قادة ميدانيين يقولون بأن تحرير الساحل الأيمن لمدينة الموصل سيكون بشكل سريع ومتقدم نعم وفا بالنسبة للاستعدادات وإعادة التموضع لبعض القوات التي شاركت بتحرير الساحل الأيسر لمدينة الموصل أي شرق نهر دجلة فهناك استعدادات وتعبئة لهذه القوات من أجل اتخاذ المناطق ونقاط الانطلاق نحو المحاور التي ستخصص لانطلاق عمليات تحرير الساحل الأيمن من الموصل هناك محاور من الجنوب الغربي لهذا الساحل مع إمكانية ربما أن تكون العملية خاطفة لكن أن يؤخذ بنظر الاعتبار أن هناك أكثر من 700 ألف مواطن داخل أحياء الموصل في الساحل الأيمن وأيضا طبيعة هذا الساحل هناك بناء قديم وهناك أزقة ضيقة لا يمكن للعربات العسكرية أن تدخل إلى داخلها وبالتالي ربما هذا يمثل أهم عوائق تقدم القوات والحسن فيها لكن التوقعات التي تطلقها القيادات العسكرية وكذلك الخطط التي وضعت للتعامل مع هذه العوامل في الساحل الأيمن للموصل قد تسرع من عملية السيطرة في وقت أن تنظيم داعش قد بات محاصرا في هذه الدائرة ولسيما في غرب نهر دجلة ما يعرف بي الساحل الأيمن للموصل هناك استعدادات وكذلك فتح طرق للعبور نحو الساحل الأيمن تمثلت بنصب مجسرات عوضا عن تلك التي استهدفت في السابق والتي تربط ساحلي مركز الموصل وبالتالي العملية بهذا النحو تسير وفق المعطيات وفق تحليلات المتخصصين أمنيا والقيادات الميدانية تتحدث عن عملية خاطفة ومفاجئة لتنظيم داعش ولسيما في ظل استمرار استنزاف قوته في الساحل الأيمن وأيضا قطع أغلب خطوط إمداده لسيما نحو غرب مركز الموصل إلى تلعفر إذا ما تحدثنا أيضا عن العملية التي انطلقت صباحا في المنطقة الفاصلة ما بين سنجار وما بين تلعفر بقيادة الحجد الشعبي والتي تمكنت من تحرير 40 كم مربع وتأمين الطريق الرابط ما بين تلعفر وما بين سنجار بعد تحرير قرية طلاوة التي تعتبر من أهم النقاط التي يتسلل من خلالها عناصر داعش سواء من الحدود السورية باتجاه الموصل أو من الموصل باتجاه الحدود السورية كانت هناك مسافة تفصل قوات الحجد الشعبي والبيشمرقة وهي أربعة كيلومترات تم غلقها وتم إنشاء حائط صد ليتم غلق هذه النافذة بشكل كامل من قوات الحجد الشعبي شكرا جزيلا لك مراسل الميدين محمد الفهد على كل هذه المعطيات الميدانية كنت معنا من بغداد الظاهرة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل الجيش اليمني أمين جبل الروي الاستراتيجي وتلالا مجاورة في تعز جنوب البلاد من جديد أهلا بكم أكد وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان أنه لا يحق لأحد التدخل في شؤون إيران الدفاعية مشددا على أن تجربة الصاروخية الأخيرة تمت في إطار هذا البرنامج وهي لا تنتهك الاتفاق النووي كما شدد دهقان على حق بلاده في تطوير قدراتها الدفاعية من دون تدخل أي أحد في هذا الشعب الرئيس الإيراني حسن روحاني رأى أن التبصل إلى الاتفاق النووي هو الطريق لحل باقي المشكلات روحاني أضاف أن الدولة التي تحضر تأشيرات الدخول إلى أراضيها عن بعض الدول تضر نفسها وفي إشارة إلى الرئيس الأمريكي قال من الطبيعي أن الشخص الذي يدخل إلى عالم السياسة ولا يمتلك معلومات عنه سيحتاج إلى فترة طويلة ليتعلم أصوله إلى اليمن حيث أمن الجيش واللجان الشعبية جبل الروي الاستراتيجي وعددا من التلال المجاورة في الوازعية بتعز جنوب البلاد وفي شرق صنعا صد الجيش محاولة تقدم لقوات هادي على جبل يام في نهم ووفق مصدر عسكري فإن محاولة التقدم استمرت ثلاث ساعات استخدمة فيها مختلف أنواع الأسلحة الجيش اليمني واللجان الشعبية يستهدفون بصواريخ الكاتيوشا موقع نور عين قبالة منفذ الخضراء في نجران كما استهدفوا بقذائف المدفعية تجمعات الجنود السعوديين خلف جبال عليب ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوفهم صواريخ الكاتيوشا استهدفت أيضا موقعي الزقيلة والرمادي في جيزان إلى الداخل اليمني حيث توصلت المواجهات العنيفة بين طرفين زاع في مدرية المخة جنوب غرب تعز وزارة دفاع اليمنية أعلنت تأمين الجيش واللجان جبل الروي استراتيجي وعددا من التلال المجاورة في الوازعية بتاعز جنوب غرب البلاد في المقابل استهدفت حالف السعودي بسلسلة غارات مديرية موزع غرب تعز وفي شرق صنع أعلن الجيش اليمني واللجان الشعبية أنهم صدوا محاولة تقدم لقوات هادي على جبل يام في نهم ووفق مصدر عسكري فإن محاولة تقدم استمرت ثلاث ساعات استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة على صعيد الغارات الجوية شنت طائرات تحالف سلسلة غارات على منطقتين كيلو ستة عشر والجبانة في الحديد غرب اليمن كما استهدفت قرى في محافظة صعدة شمالا وعلى وقع تطورات الميدانية جرات عملية تبادل للأسرة بين الجيش اليمني واللجان الشعبية وقوات الرئيس هادي وصفت بالكبرى العملية تمت بوساطة قبلية في منطقة قانيا على الحدود بين محافظتي مأرب والجوف أكثر من 150 أسيرا تم تبادلهم رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد وخلال لقائه بالأسرة المحررين لفت إلى عدم مراعاة التحالف القواعد الأخلاقية والمعايير الدولية في تعامل معهم ونبارك لكم عودتكم بأمن وسلام إلى أرض الوطن رافعين لرؤوسكم شاكرين للجهود التي بذلت في سبيل إطلاقكم وكانت عمليات مماثلة لتبادل الأسرة قد أجريت في تعز وشملت 194 أسيرا من الطرفين بوساطة قبلية أيضا وذلك بعد إعلان حركة أنصار الله في حزيران يونيو الفائت عن إطلاق 270 عنصرا من قوات هادي ولا يعرف العدد الدقيق للمختطفين والأسرة من الجانبين منذ اندلاع الحرب في اليمن مطلع عام 2015 ضربات نجوية يومية تستهدف الصيادين اليمنيين في مختلف المناطق الساحلية والجزر ولا يقتصر الأمر على الغارات الجوية بل يمتد إلى القصف الصاروخي والمدفعي البحري للبوارج الحربية التابعة للتحالف السعودي التفاصيل مع أحمد عبد الرحمن رحلة يومية إلى المجهول يقوم بها الصياد اليمني بحثا عن رزقه في البحر ولا يعلم إن كان سيرجع إلى أهله أم سيقضي في إحدى الغارات الجوية أو بضربة من ضربات البوارج الحربية المنتشرة على طول السواحل اليمنية قصص من العذاب المستمر على مدى ما يقارب العامين للصيادين اليمنيين وقد تحولوا إلى أهداف للتحالف السعودي بدل الإعدمان السعودي بقصف مينا ميدي السمكي والتي أدى إلى نزوح أهالي مديرية بأكملها مخلفين وراءهم كل ما يملكون من قوارب وممتلكة خاصة ومنازل مراكز الإنزال والمينا السمكي الهتوقصفات 12 مركز إنزال ابتداء من ميدي وينتي في مركز المخاف ضربات التحالف السعودي على الصيادين التقليديين في الشواطئ اليمنية على البحر الأحمر أودت بحياة ما يزيد على مئتي صياد كما أصابت أكثر من مئة آخرين في تسع محافظات ساحلية يعتمد أهلها على مهنة الصيد وفقا للإحصائيات الرسمية كل سكان الساحل اليمني يشتغلون في البحر وهو العدوان السعودي بحصانه الظالم والجائر على شعبنا وعدوانه يمنع صيادين من البحث عن لقمة عيش بل يضربهم في كل مكان الرد اليمني يكون عادة باستهداف وسائل القتل التابعة للتحالف ولعل استهداف الفرقاطة الحربية السعودية قبالة السواحل الغربية للحديدة كواحدة من السفن المشاركة في استهداف الصيادين هو أبلغ رد على ذلك أحمد عبد الرحمن الميادين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره تسمية القاضي نيل جورستش في المقعد التاسع الشاغر في المحكمة الأمريكية العليا وبذلك رجح ترامب كافة المحافظين في تلك المؤسسة التي تبط المسائل الكبرى في المجتمع الأمريكي ترامب لدى إعلانه التعيين قال أن القاضي نيل يمتلك قدرات قانونية غير عادية وانضباطا ملحوظا على حد تعبيره غير مألوف هو المشهد الأمريكي هذه الشوارع التي نادرا معرفة احتجاجات شعبية تقتض اليوم بالمعارضين لقرارات ترامب الإدارة الأمريكية التي لطالما تميزت بحبك السياسات الداخلية والخارجية بصمت تصدرت تحركاتها عنوين الصحف العالمية يبدو أن ترامب أغلق حدود بلد المليون مهاجر أمام مواطني سبع دول ليفتح عيون وأذان العالم على ما يدور خلف جدران البيت الأبيض 900 موظف في الخارجية الأمريكية وقعوا على مذكرة احتجاج على قرار ترامب التظاهرات الشعبية التي لم تخلوا من حضور قادة الحزب الديمقراطي واكبها نشاط قانوني للطعن في قرارات ترامب ولايات مساشوسيتس ونيويورك وفيرجينيا انضمت إلى واشنطن في المعركة القانونية ضد قرار الحظ قرار تعيين ترامب نيل غورسيتش في المقعد التاسع الشاغر في المحكمة الأمريكية العليا كان بمثابة الشعرة التي قسمت ظهر البعير في سلسات التعيينات والإقالات الترامبية تعيين غورسيتش شكل جدلا في الوسط الديمقراطي كيف لا؟ وكبار موظفي الحزب الديمقراطي باتوا خارج مواقع القرار إقالات وتعينات وتعون واستنكارات من داخل الإدارة الأمريكية وخارجها وضع التماسك المؤسسات في البلاد على المحك ما يعيد إلى الأذهان كلام المستشار الاستراتيجي للرئيس ترامب فاستيف بانون الذي كان لتعيينه حصة الأسد من الانتقادات كان قد صرح لموقع ديلي بيست أنه يريد تدمير المؤسسات والبلاد والآن إلى الموجز الاقتصادي في الظاهرة مع الزميل عبدالله ظهر مساء الخير عبدالله مساء الخير وفا أبدأ أن هناك موقفا مهم ولافتة لرئيس اللبناني مشيل عون بإنتاج النفط صحيح الموقف يتعلق بإنتاج النفط وتحديدا عام 2018 سيبدأ لبنان إنتاج النفط الإرادات المالية سوف تخصص لصندوق الثروة سيادي التفاصيل معك ببطر أهلا بكم توقع الرئيس اللبناني مشيل عون أن تبدأ بلاده إنتاج النفط في عام 2018 على أن تودع إراداته في صندوق الثروة سيادي وقال عون في اجتماع مع وفد من نقابة الصحفيين اللبنانيين إن كل ما سيجري تحصيله سيكون لصالح الشعب اللبناني ولسيما أن الإرادات ستستثمر في مشروعات للتنمية وتحسين البنية التحتية وكان لبنان قد أطلق أول جولة لترخيص التنقيب وإنتاج النفط والغاز في خمس مناطق بحرية توقع وزير النفط والكهرباء والمياه الكويتي عصام المرزوق أن يصل الإنتاج الكهربائي لبلاده خلال العام 2035 إلى 39 ألف ميجاوات مشيرا إلى أن الكويت تدرس تصدير الكهرباء إلى العراق ونقلت صحيفة الرائق الكويتية عن المرزوق قوله إن فكرة تصدير الطاقة الكهربائية إلى العراق واستراد الغاز الطبيعي منه لتشغيل المحطات واردة ومحتملة مخترحا طرح هذه الفكرة ومناقشتها مع الجانب العراقي مستقبلا وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتهم بلاده بالتحكم بالأسعار النفطية ولكن هذا الأمر غير صحيح شهدت أسعار السكر والزيت في مصر ارتفاعا جديدا بعدما قررت الحكومة زيادة جنيه واحد للسكر وثلاثة فاصل خمسة جنيهات للزيت ما يعني أنها مضية في تقليص دعمها للأسعار وتطبق الأسعار الجديدة بدءا من أول شهر شباط فبراير ليصبح بذلك سعر كيلو جرام السكر ثمانية جنيهات والزيت 12 جنيها للعبوة هذه الأسعار تفوق قدرة المصريين الشرائية ولسيما محدود الدخل علما أن الحد الأدنى للأجور هو 1200 جنيه مصري للعملين في القطاع العام سجل نشاط مصانع منطقة اليور ارتفاعا بأسرع واتيرة له منذ ست سنوات وذلك بقيادة الصناعات التحولية التي سجلت ارتفاعا كبيرا في الأعمال بالتأزامن مع تسجيل ضغوط تضخمية في استجابة لسياسة البنك المركزي الأوروبي دعم الأسعار ووصل التضخم في منطقة اليورو إلى 18% خلال كانون الثاني يناير فيما زاد النمو الاقتصادي إلى واتيرة أسرع من التي جرى تسجيلها في الولايات المتحدة وهبط معدل البطالة إلى أدنى مستوى في سبع سنوات أظهرت وصائق خاصة بالميزانية اليابانية أن توكيو ضمنت الحصول على تخفيضات تبلغ نحو 100 مليون دولار في صفقة شراء مقاتلات أمريكية من طراز F35 وتمثل هذه الصفقة حالة نديرة لتفاوض توكيو على تخفيض سعر عتاد عسكري من الولايات المتحدة بعدما تمكنت من الحصول على خفض آخر في السعر لأحدث طلبياتها ولسيما فيما يتعلق بتكاليف الدعم ككطع الغيار والمسائل اللوجستية والمساعدات الفنية نددت اليابان باتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها بتخفيض سعر صرف عملتها لدعم صادراتها وزيادة قدرتها التنفسية قبل أسبوع من زيارة لرئيس وزراء تشينزو آبي إلى واشنطن وكان ترامب قد هاجم مجموعة تويوتا العملاقة لصناعة السيارات لأنها تخطط لتوسيع إنتاجها في المكسيك وانتقد سياسة اليابان النغضية متهما إياها بالتلاعب بالسوق المالية إلى جانب الصين وأعلن آبي مساهمته في توفير وظائف في الولايات المتحدة متعهدا بتقديم اقتراحات لترامب تهدف إلى دعم مشاريع البنى التحتية الأمريكية هذا واجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار المسؤولين التنفيذيين لبعض شركات الأدوية ودعاهم لزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة وخفض الأسعار بينما تعهد بتسريع الموافقات على الأدوية الجديدة وارتفعت أسهم شركات الأدوية عقب هذا الاجتماع ولسيما أن ترامب كشف أنه سيعين رئيسا جديدا لإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية لافتا إلى أن الحكومة تنفق أكثر من اللازم على الأدوية وأصبح ارتفاع أسعار الأدوية قضية وطنية على مدى العامين الأخيرين مع صعود تكلفة الرعاية الصحية نكتفي بهذه الأخبار الاقتصادية في الظاهرة نشكر لكم حسن المتابعة نلتقي عند الخامسة والنصف إلى خمس دقائق مع المزيد من أخبار الاقتصاد عودة لك وفا شكرا لك عبدالله شكرا ذكرت استطلاعات الرأي في فرنسا أن احتمال فوز مارين لوبان في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية كبير لكنها ستخسر في المرحلة النهائية منها نتائجه لا يضمن بقاؤها على ما هي عليها في ظل كشف موقع ويكيليكس عن امتلاكه نحو ألف وثيقة تتعلق بلبان تقرير دلولة حديدان ريح الفضائح تهب يمينا في فرنسا العاصفة التي أسقطت اسم المرشح نيكولا ساركوزي من قائمة الترشح للانتخابات التمهيدية لأحزاب اليمين لم تهدأ بعد ويبدو أنها ستحصد رأسي ممثلة الطيار مفسحة للمجال واسعا أمام اليسار فبعد مرشح اليمين فرنسا فيون وتورط قارنته في فضيحة فساد لحقت به مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان بفضيحة مالية أخرى وها هو موقع ويكيليكس يعلن امتلاكه نحو ألف وثيقة لتتعمق هوة الفضائح وتجعل التشبث بحبل الالتحاق بالسباق الرئاسي بعيد المنال بالنسبة إلى مرشح اليمين الوثائق الألف تتعلق بزعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان لم يكشف الموقع عن تفاصيلها لكن البرلمان الأوروبي أمنطل ثمن عن ثغرة مالية تقدر بنحو 300 ألف يورو أسأت النائبة فيه التصرف في إنفاقها وهي مطالبة مع ذلك بإعادة المبلغ كاملا مع مطلع هذا الشهر تحقيق أجره مكتب كافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي كشف أن مساعدين لحزب الجبهة الوطنية بزعامة لوبان حصلوا بشكل غير قانوني على أموال من الاتحاد الأوروبي للعمل لصالح الحزب في فرنسا وفي حال عجزت ممثلة اليمين المتطرف عن تسدي هذه القيمة فسيحجب البرلمان الأوروبي عضويتها فيه فضلا عما سيلحق بصمعتها السياسية من تهم فساد هي فيغنا عنها الآن تحديدا لوبان ذرأت عنها التهم بالاحتجاج عبر تصريحات إعلامية مرجحة أن تكون واحدة من شباك الخصوم السياسيين التي يتصيدون بها أخطاء منافسهم في بحر كل اتخابات أما فيون فقد رجحت فضائح فساد أخرى إلى جانب تقاضي زوجته راتبا عن منصب وهمي خلال فترة نيابته في الجمعية العامة كمساعدة له قدر بنحو 800 ألف يورو عقيلته حصلت أيضا على نحو 100 ألف يورو خلال سنة لقاء عملها في إحدى المجلة الفرنسية المقربة من اليمين الذي تمثل في مقالين صحفيين لا غير نصب العائلة من الفساد بات كبيرا وغرق فيون صار شبه مؤكد ولسيما بعد تسرب معلومات عن استفادة ولديه أيضا من مبلغ نحو 80 ألف يورو عن عملهما كمساعدين له في الجمعية الوطنية الفرنسية سقوط مرشح اليمين ليس سوى دعم لليسار ولمفاجأة السباق الرئاسي بنوى أمو والآن إلى الموجة الرياضي في الظاهرة مع الزميلة أماني مهنة مساء الخير أماني مساء الخير وفا شكرا أهلا بكم قمة المرحلة الثالثة والعشرين من الدور الإنجليزي بين ليفر بول وضيفه تشلسي تنتهي بالتعادل المدرب ليفر يورجين كلوب عبر عن سعادته بالتعادل الذي تحقق بعد أداء جيد الألماني أشاد بالحارس مينيولي الذي تصدى لركلة جزاء سددها دييغو كوستا من جهته اعتبر مدرب تشلسي أنتونيو كونتي أن نقطة التعادل أمام ليفر بول جيدة مشيرا إلى أنه توقع الفوز ولسيا ما بعد الحصول على ركلة جزاء ودفع كونتي عن مهاجمه دييغو كوستا الذي أضاع ركلة الجزاء مشيرا إلى أن حارس ليفر بول تصدى لها بمهارة إلى إسبانيا وقمة مشتعلة ستجمع الليلة أتلاتيكو مدريد وضيفه بارشلونة في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس الملك ودرب البارشلويس أنريكي شدد على أن الفوز هو أهدف فريقه مطالبا لعبه بتسجيل الأهداف ولدى سؤاله عن غياب نجم الفريق أندريا سينيستا قال أنريكي إن الوقت الآن ليس للنواح على الغائبين معبرا عن سعادته وثقته باللاعبين الحاضرين زفت صحيفة ماركا خبرا سارا لجماهير ريال مدريد بإعلانها أن نجم الفريق جاريث بيل سيعود إلى التمرين الأسبوع المقبل الصحيفة كشفت أن الويلزي سيعود إلى التمرين بشكل تدريجي وصفة نتائج تعفيه بالمرضية جدا وكان بيل قد تعرض للإصابة في أربطة الكحل في 22 نوفمبر الماضي خضع على إثرها لعملية جراحية في دور كرة السلة الأمريكي للمحترفين لوس أنجلس ليكرز يتخط ضيفه دنفر ناجتز بفريق أربع نقاط الأسلوب الجماعي شكل مفتاح فوز صاحب الأرض فتخطى خمسة من لعبيه حاجز العشر نقاط كان دانيلو راسل أبرزهم فسجل 22 نقطة والتقط سبع متابعات ومرر عشر كرات حاسمة بيقود صاحب المركز ما قبل الأخير في القسم الغربي إلى الفوز السابع عشر في 51 مباراة ويلسون تشاندلر كان الأبرز في صفوف دنفر مع 26 نقطة لكنه لم ينجح في تجنيب ثامن القسم الغربي الخسارة السادسة والعشرين في 47 مباراة شرطة لوس أنجلس تكشف عن سرقة مجوهرات بقيمة 300 ألف دولار من منزل نجم كرة السلة السابق ديرك الشرطة لم تكشف إذا قام اللصوص بأخذ أحد الخواتم الخمسة التي حصل عليها فشر بعد تتويجه بلقب بطولة كرة السلة مع فريق لوس أنجلس ليكرز ابن الـ 42 عاما كان قد اعتزل اللعب عام 2014 وتولى بعد ذلك تدريب فريق نيكس حتى العام الماضي خبرنا الأخير من عالم الكرة الصفراء تأهلت الروسية يالينا فيسنينا إلى دور الثاني من بطولة سان بيترسبورغ للتنس فيسنينا التي احتجت إلى ساعة واحدة لتغلب على مواطناتها إكاترينا مكروفا بمجموعتين من دون مقابل بواقع ستة ثلاثة وستة لواحد ضربت موعدا في الدور المقبل مع أليز كورنياي الفرنسية مع أخبار التنس ننهي الموجز الرياضي عودة إليك وفا شكرا لك أماني ونحن بدورنا لم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز عنوين الظاهرة السلطة الفلسطينية تبدأ تحركا عاجلا لمواجهة الحملة الاستيطانية ومسؤولون إسرائيليون يؤكدون نية بناء عشرات ألاف الوحدات الاستيطانية في الضفة لفروف يدعو إلى تجديد عضوية سوريا في الجماعة العربية واطلب من الدول العربية المشاركة في مساعي تسوية الأزمة السورية منصة أطراف المعارضة تستبعد تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية وحجاب يرفض أن يشكل ديمستور الوفد الجيش السوري يستعيد منطقة وسعة جنوب مطار التيفور في ريف حمص الشرقي ويحرر قرية أم الرمان بريف دمشق الشمالي الحجد الشعبي يسيطر عسكريا على قرية تعين طلاوي بعد إطلاقه عملية تحرير القرى الواقعة شمال الطريق الرابط بسنجار وكان في الظاهرة وزير الدفاع الإيراني يشدد على أن تجربة الصاروخية الأخيرة لا تنتهك الاتفاق النووي ويقول إنه لا يحق لأحدين التدخل في شؤون إيران الدفاعية وبتأكد المزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر نمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net اللغتين العربية والإسبانية وفي الختام شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة